السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن أنواع الحرقات الأرضية ودول نعين رقم واحد الحرقات البانية للقراط والمقصود بيها ارتفاع أو هبوط الصخور الرسوبية دون أي تشويه ودي حرقة بطيئة ممكن تخد لها كده عشرة مليون سنة وعشان كده بقول انها حرقات بطيئة تستمر الأزمينة جيلوجية متعقبة ومن اسمها كده واضح انها بتأثر على حتة كبيرة من سطح الأرض ممكن تأثر لي على أجزاء كبيرة من القرى وتنزلها لتحت فتقوم تعملها لي قاعة بحر وممكن تأثر لي على قاعة بحر وترفعه الفوق وتعمل لي قرى وفي الحالتين بيحصل ارتفاع أو هبوط للصخور الرسوبية دون أن تتشكل بالطيئة العنيف أو التصدع يعني من غير ما الصخور تتني ولا حتى تنكسر إيه دا ميس؟ يعني طبقات الصخور الرسوبية هيحصل لها حركة بانية للقرات وتفضل سليمة ومفروضة زي ما هي؟ تمام وعشان كده بتظهر طبقات الصخور الرسوبية أفقية أو في صورة طيئات منبسطة ودي طيئة مفروضة وسليمة وما فيهاش أي تشوه يدوب مايلا حاجة بسيطة كده وخلي بالك الحركات البانية للقرات هي اللي بتقول مين هيبقى قرى ومين هيبقى بحر أو محيط ما هي اللي بتحدد تقدر تمسك قاع البحر وترفعه لفوق وتخليه قرى وتقدر تمسك أجزاء كبيرة من القرى وتخفز بيها الأرض وتخليها قاع بحر وعشان كده بقول أن من نتائج الحركات البانية للقرات أنها بتلعب دور هام في توزيع وعلاقة القرات والمحيطات في الأزمنة الجيولوجية المختلفة ومن الأمثلة على الحركات البانية للقرات نشأة الاغضود العظيم لنهر كلورادو عارف حضرتك لو جيت تاخد غطس في نهر كلورادو هتطلع مسافة قد إيه؟ ألف خمسمية وتمانين متر مجرى نهر كلورادو بسميه أغضود لأنه عبارة عن حفرة عميقة في الأرض جدار الأغضود من ناحيتين حصلت له حركة بينية للقرات رفعته الفوق ألف خمسمية وتمانين متر ولو جيت تفحص جدار الأغضود هتلاقي الرواصب البحرية زي ما هي واضحة وسليمة كما كانت في حالتها الأولى عند الترسيب وده معناه أن مساحة كبيرة من سطح الأرض ارتفعت بقدر كبير دون أن تتعرض لأي تشوه خلال عملية الرفع وطبعا عملية الرفع تمت بشويش واستمرت بشكل بطيء وتدريجي لفترة زمانية طويلة نبدأ بقى نتكلم عن النوع الثاني من الحركات الأرضية وهو الحركات البانية لسلسل الجبال تي حركات سريعة مقارنة بالحركات البانية للقرات تؤثر على نطق ضيقة تمتد لمسافات طويلة على صخور الكشرة الأرضية وعشان تفهمت كلمتين المكالكعين دول تخيل أن القرى الأرضية هي الشقة اللي انت عيش فيها وهات حبل طويل ويمسك طرف وأخوك طرف وابدأوا يحركوا الحبل انتو الاتنين بتأثروا على الحبل الحبل ده نطاق ضيق لكن يمتد لمسافات طويلة انت واخوك عبارة عن الحركات البانية للجبال لكن الحبل دي النطق الضيقة اللي هتمتد لمسافات طويلة وعشان كده دايماً بلاقي سلاسل الجبال لها امتداد إقليمي يعني ايه امتداد إقليمي؟ يعني موجودة فاربع خمس دول جنب بعض وبما إن الحركات البانية للجبال هتبنيلي جبل يبقى أكيد أكيد شكل الطبقات هيتغير لأنها هتتعرض لعملية طي عنيف وخسف جديد طي عنيف يبقى فيه طبقات هتتني بعنف وخسف جديد يبقى فيه طبقات هتنزل لتحت ويتخسف فيها الأرض عارفين مين بيعمل؟ طي عنيف وخسف جديد فوالق زيت ميول قليلة وإزاحة جانبية كبيرة واسأل مين الفالق اللي أخدناه وكان ليه ميل قليل قليل الميل ده الفالق الداسر يا ميس اكسلانت وبما إن حصل طي عنيف وخسف جديد بواسطة فوالق زيت ميول قليلة وإزاحة جانبية كبيرة إذا حدث تشوه للسخور وأثناء ذلك تتراكم الرواصب فوق بعضها لتشغل حيز محدود بعد أن كانت منبسطة على مساحات شاسعة أدي الرواصب منبسطة ومفروضة على مساحات شاسعة هتبدأ هتبدأ تتراكم فوق بعضها وتشغل حيز محدود وتعمل جبل كبايتين شربة بقى ونسوي الجبل وبالهنة والشف نبدأ بقى نقول أمثلة على سلاسل من الجدال يكون لها امتداد إقليمي يعني بتمتد في أقصر من دولة رقم واحد سلاسل جدال القلب بوسط أوروبا دي بتعدي على خمس دول إيطاليا نمسا سويسرا فرنسا مغر إرسم قلب وكتب جنبه إنسف ميم فوسط أوروبا الألف إيطاليا النون نمسا سويسرا فرنسا مغر رقم اتنين سلاسل جبال أطلس دي موجودة في شمال أفريقيا بالضبط بالضبط في تلات دول بنلعب معهم كورة تونس والجزائر والمغرب رقم تلاتة سلاسل جبال الهيمالاية أولها هيمة بحرف الهيه وموجودة في شمال الهند برضو بحرف الهيه رقم أربعة سلاسل الجبال الممتدة بشمال مصر أولها جبل قبط المغارة موجود في شمال سينا وبتعدي على مناطق شبراويت جنوب الإسماعيلية وأبو رواص غرب القاهر وآخرها جبال الواحات البحرية بالسحراء الغربية نبدأ بقى نتكلم عن أثر الحركات البانية لسلاسل الجبال على نشاط السهارة اشمعنا الحركات البانية لسلاسل الجبال ياميس لأن هي اللي بيصاحبها حدوث فوال إزاة ميول قليلة وإزاحة جانبية كبيرة وطبعا المجمة ما هتصدق تلاقي شق أو فتحة عشان تطلع لنا منها وطبعا أول لما تتشوه الصخور بالحركات البانية للجبال هتنشط السهارة وتصعد من الأعماق عبر الفوالق الصحيقة اللي ملهاش أول من آخر واللي نتجت ليه من عمليات الطي والتصدق والصهارة اللي طلعا لنا دي قدامها حل من اتنين يقل تتدخل المجمة بين طبقات الصخور ووقتها هتبرد الصهارة وتتجمد وتعملي صخور نارية متدخلة بين طبقات الصخور السطحية أو قاطعة لها الاحتمال التاني ان الصهارة تستمر في الاندفاع والصعود إلى سطح الأرض وتظهر لنا في صورة براقين تقذف بحمامها البركانية وغزتها وتكون لي مخاريط بركانية دقيقة التبلر وأوقات وأوقات كتير اللوفة بتنساب وتتمشى وتسيح في طريقها كل ما يعترضها من كتل الصخر لحد ما تهدى وتبرد وتستقر في المناطق المنخفضة حول المخروط البركاني وهقولك تاني أوعة تنسى تشتري بوكلة الدليل للسنوية العامة في المراجعة النهائية 3000 سؤال كلهم متجاوبين دليل تقويم على سنوية عامة على سودان على تجريبي كله بالإجابات دي صورة الكتاب وده رقم الفون اللي هتعرف منه أقرب مكتبة يتواجد فيها الكتاب متوافر في جميع محافظات مصر ويمكن توصيله للدول العربية لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وعمل شير للفيديو عشان زميلك يستفيدوا بليز اوة تنسوا تدعولي كانت معكم استاذة منالي الكومي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر